جريمة مروعة اهتزت لها مدينة الموصلة تمثلت بانتهاك براءة طفلة لم تتخطى ثلاث سنوات من عمرها خرجت نور لتلعب أمام منزلها في المنطقة القديمة بأيمن الموصلة واستدرجها رجل يدعى عدي محمد بقطعة حلوى إلى منزل مهجورة وربط يديها لينفذ جريمته بحسب ما يروي جد نور عن تلك الحادثة المروعة ووسط ظهولي وصدمة عائلة نور التي اتخذت من العشوائيات مسكنة بعد أن ضاقت بهم السبل لفقر حالهم فإن نور خضعت لعمليتين جراحيتين في مستشفى الموصل العام فيما طالب والدها بالقصاص من المغتصب عدي بأعدامه في محل وقوع الجريمة ملوحا بالانتقام في حال عدم تلبية مطالبه حادثة الاختصاب هذه تعد أبشع جريمة شهدتها المدينة بعد خروجها من كابوس داعش الذي أنتج هذه الوحوش البشرية بوصف أهالي المنطقة الذين وافقوا والد نور في مطالبته بأعدام المغتصب فنحن نطالب الحكومة إذا كان قضاء عادل يتخذ به أقصى إجراءات الحكم ومنها قانون منها يعدم لأنه حتى ما يصير درس ضعيف النفوس ضعيفة فنريد من الحكومة أعدامه بالمكان الذي يمثل به جريمة يصير عبرة لمن اعتبر إجرائيا قالت شرطة نينوى أن المجرم الذي يبلغ عمره تسعة وثلاثين عاما تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا بعد انهياره أمام المحقق وسيتم إكمال جميع الإجراءات القانونية بحقه لتتم إحالته إلى محكمة الجنايات لإنزال أقصى العقوبات بحقه وقوء هذه الجريمة بمدينة الموصل ورصد حالات مشابهة لها من قبل منظمات حقوقية جعل الأهالي يتخذون إجراءات احترازية للحفاظ على أطفالهم خشية وقوعهم بأيدي تلك النماذج التي لا تعرف الإنسانية من الموصل هيثم أحمد الحرة